وما بتعملش حاج وما بتعملش حاج طيب يعني كابتل حسام البعض يتحدث ان زمالك اخذ هذا القرار لانه اصبح خارج المنافسة وايضا مش عايز الدوري بشكل او باخر لانه واحد اعضاء مجلس الدارة كان في حديث ما قال انه الدوري السنة دي المفروض يتلغي او كده او كذا تتصور بالفعل هذا مرتبط باللي انا قلته والنادي الزمالك عايز ياخد موقف عشان يبين للجمهور بتاعه اللي هو لا واقف على رجله ومسيطر على الدنيا عنده بس انا يعني انا بقول لا يعني لسه الزمالك مدام فيه مباريات وفيه لسه النقط زيادة فلا الزمالك لسه كابتل صعب جدا انا قدام الجدول هو عشان نكون واقعين بس مع الناس ممكن الزمالك لعب عشرين مباراة عنده اربعة وثلاثين نقطة بيرامدز اللي هي بخمسة وعشرين مباراة سيبك بقى من خمسة وعشرين بس احسابها لك تاني عنده اتنين وستين نقطة حتى لو شلت الخمس مباريات دول بالخمستاشر نقطة من رصيد بيرامدز يبقى خمسة من اتناشر سبعة واحد من خمسة اربعة فارق فارق كبير جدا يعني فارق صعب جدا تعويضه في الفترة المتبقية والاهل لو كسب كل مرشته عدي بيرامدز من نقطة بلوقفة انا هرجع في دوري النادي الاهلي كان فارق تلتاشر نقطة والزمالك جابه وعدها والعكس احنا ايامنا ايامنا احنا كان دوري زمالك فارق باربعتاشر نقطة والاهلي عدها في دوري تقريبا من سنتين او تلاتة كان النادي الاهلي اه مظبوط مظبوط والزمالك عده وخد الدوري مظبوط فممكن ليه لا الزمالك لا بس الزمالك ما كانش بيخسر كده ما كانش فارق النقطة كده بس ممكن وما كانش فيه فرقة احسام تلتة بتنافس اللي هي بيرامدز يا كابتن كل شيء وارد يعني كل شيء وارد ايوة بس هتشان في الدوري في الملعب لسه لسه بس يركع على اللعيبة بقى اللعيبة لو عايزها وعندها المقدرة اللي هي تبقى عايزة تكسب وعندها الروح المكسب ده هيفرق مع الزمالك طبعا بص في جدوى الدوري بص كده كابتن على جدوى الدوري وخلي بالك الزمالك لعب 20 مباراة لسه فاضل له بدري 14 مباراة لسه بدري يعني لكن فارق النقاط كبير زيادة عن اللزوم لكن خلينا نقول كابتن أنا لا أعتقد ان الزمالك هينافس على مسابقة الدوري هذا الموسم من التاريخ يعني احنا لعبنا كتير بالزبط بالزبط الزمالك لما بتفرط منه ما بيعرفش يرد المثل اللي ضربوا حسام بان الآلي كان فارق وبعد كده الزمالك حصله وكسب كان الآلي هو السبب الآلي كان هو اللي وحش وكان بيخسر النقاط انما دلوقتي الزمالك هو اللي بيخسر النقاط صرف النظر بقى عن موضوع التحكيم وما تحكيم الكرة دخلت ولا ما دخلتش الزمالك هو اللي بيخسر النقاط بيتعادل في مباراة ضعيفة وبيخسر مباراة ضعيفة فبالتالي الزمالك مش في المنافسة مباراة ضعيفة بتأثر يعني مثلا الزمالك بيلعب الجونة ممكن يتعادل الزمالك بيلعب بلدية المحلة ممكن يتعادل فارقه ممكن يتعادل طب انت لازم تكسب دول عشان تاخد دولة الدولة يعني اذا موقفه صعب يعني انت مش متفق على انه المسألة مرتبطة بفقدانه الامل في المنافسة ان انت شايف ان مدام الامل موجود من وجهة نازلك مدام الامل موجود ممكن الزمالك طيب خلاص في الحتة دي انا عايز بس عشان مفضلي في جزء دا دي 2-3 من كتير